إذن الآن أنتقل إلى مطالب أخرى وهي الأهم مع اقتراب امتحانات الدور الثالث نعم فيما يتعلق بتحسين المعدل أو إعادة النظر بقرار أو نظام العبور نعم هذا طبعا أيضا واحد من المطالب التي بالفعل هناك تصل إلى الوزارة هذه المناشدات وهي مناشدات محترمة وهذا النوع أيضا من الطلبة هم طلبة يستحقون أيضا الدعم نعم اليوم يمكن حلقتنا كلها عن الطلبة المستحقين لأن طالب اللي يوصل إلى معدل تسعين إلى معدل ما فوق التسعين هو طالب جيد بالضرورة يعني ابتداءا هو طالب تعب على نفسه وكما قال أحد المتوصلين أنه لمدة ست سنوات هو بدرجة عالية أو بليفو العالي وقد يعني صارت قد تكون عندها إرباكة قد يكون عندها فت ظرف معين أو ربما لم تأتي النتيجة كما كان يتوقع وبالتالي هم بالفعل يستحقون يعني يعني نحن كوزارة نؤمن بأنه الكثير من الطلبة لستكون هناك أعطاء فرصة ولكن هذا رهين بشنو رهين بسياسات الوزارة إشقد عدد الطلبة اللي ينطلعين هذا المعدل قدرة الوزارة على أن تستوعب الأعداد لهؤلاء الطلبة سنة تعطى سنة لا تعطى وبالتالي وفقا للتقديرات التي وفقا للتقديرات نسب النجاح نسب النجاح ونسب الدرجات العالية لا ليست نسب النجاح نسب الطلبة اللي ينطلعين معدلات عالية أحيانا يعني بتعرفين هذا أيضا يعني يتعلق بيجانب مع التعليم العالي أيضا لازم يكون عندنا بي تنسيق ولجان مشتركة وبالتالي أحيانا هناك تكون ضرورة ويتخذ القرار من الوزارة لكن أحيانا للأسف لا تتوفر الضرورة يعني مثلا العام الماضي لم يقرر هذا القرار لأنه لم تكن هناك ضرورة طيب وبالتالي هيئة الرئي هل حسب دراستكم أنه هذا العام أيضا لا تحتاج أو لا هنا لغاية اللحظة لغاية اللحظة لم يطرح هذا الموضوع باعتباره يعني موضوع يجب أن يقر يعني إلى غاية اللحظة لكن هو مطروح هو الكثير نحن نشاهد حتى يجون إلى الوزارة وهذه الناس حقها يعني يريدون معدلات لأنه هذا يعني هذا تحصيلهم لي 12 سنة من التعليم بالضبط بالمرحلتين الابتدائية والثانوية وحقهم هم يريدون بهذا الجانب لكن أحيانا قلت لك يعني القرارات تتخذ بهذه الطريقة يعني وفقا للسياسات التربوية هناك نسب وهناك يعني أرقام هي من تحدد هل إحنا محتاجين إلى تحسين المعدل هل إحنا محتاجين إلى أن نعطي دورا ثالثا هل إحنا محتاجين إلى أن نعطي قرارا وهكذا طيب إذن نقدر نقول للمطالبين بتحسيننا المعدل أو حتى نظام العبور أنه من الممكن هناك قرارات لربما قد تفرحكم ولكن الوقت ما يزال تحت والله نتمنى ذلك يعني ما زالت هناك نقاشات مستمرة يعني هو الطلب قلت ليش وصل إلى الوزارة ولربما يتعلق بهيئة الرأي التي تدرس الموضوع ولربما تعطي القرار فيما بعد يعني نفس الوزارة هو معدعم هذه الشريحة وهؤلاء الطلبة اللي هم الطلبة الناجحين وعدهم طموح أن يأخذون درجات أعلى أو أن يصححون مسار درجاتهم ستة وتسعين نعم ممكن اثنين وتسعين نعم خمسة وتسعين يعني معناه هذا بالفعل يستحق فرصة ثانية يستحق لكن أنا قلت لي شوه رهين بالظرف حتى هذه اللحظة ولربما هذا أيضا لا يثقل كم مثلا بمساء الأخرى لا لا هو يحتاج أنه أنت نظم قاعات امتحانية خاصة بهم دفاتر امتحانية قبولات من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يعني القرار يحتاج إلى رؤية مستقبلية إلى أيضا على مستوى الإجرائي يعني على مستوى أداء الامتحانات لكن على مستوى اتخاذ القرار أيضا نحتاج إلى هذا الجانب لغاية اللحظة لغاية هذه اللحظة يعني لم تتوصل الوزارة إلى اليقين الكافي أو خنقول المهيئات الكافية التي اتخذها القرار